هنروح بقى أخبارنا الأولى وهنروح للاتحاد المصري لكرة القدم علشان خطوة مهمة جداً لبداية المساريات في الموسم الجديد الاتحاد المصري لكرة القدم حدد يوم 3 سبتمبر أو 3 تسعة هو بداية انطلاق مساريات الشباب والنشئين ودي خطوة مهمة جداً إن اتحاد الكرة يعلن من بدري وكنا دائماً بالنادي ونقول إن إحنا عايزين مساريات النشئين تبدأ بدري ببع عندك شهر رمضان ببع عندك كمان توقف في ينار عشان الامتحانات وخطوة مهمة كمان بعد فيتوريا مزار كل الأندية وقطاعات النشئين وبدأ يتابع الدوريات علشان يبدأ يرسم ملامح للكرة المصرية 3 تسعة تنطلق مسابقة 2003 5 تسعة 2005 4 تسعة تبقى بطولة 2006 7 تسعة تبقى بطولة 2007 9 تسعة بطولة 2008 8 تسعة بطولة 2009 كلها مباريات مهمة كلها بطولات مهمة بطولات الجمهورية ودايماً البطولات الكبيرة البطولات اللي بيبقى فيها شغل أو بتبقى بطولات جمهورية فيها أنديت الدوري الممتاز بتكون بطولات قوية بتفرز عناصر الفريل الأول وأيضاً المنتخبات ده كان الخبر الأولاني بالنسبة للإتحاد الكرة ليحدد إن إتحاد الكرة بيحدد 3 ستمبر الخبر التاني إن إتحاد الكرة بصدد الإعلان عن الأجهزة الفنية للمنتخبات اللي هيتم تشكيلها إن شاء الله أو الإعلان عنها في الشهر الجاري 24 أغسطس ودي خطوة مهمة أيضاً الإعلان أو تكوين أو تجميع المنتخبات علشان نكون من بدري بدري إتحاد الكرة يحدد 24 أغسطس موعداً لإعلان تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الناشئين الإعلان هيكون عن منتخبات 2005 و2007 و2009 دي المنتخبات العلاق اللي عندها أولمبياد بطولات أولمبية هيتم تشكيل هذه المنتخبات والإعلان 24 أغسطس وهي أيضاً يكون منتخب 2008 أوه ما عنديش أولمبياد لكن 2008 منتخب مهم برضو حلو قوي إنك تعلم بدري عن المنتخبات لكن لازم نتوقف عند الإعلان عن تشكيل الأجهزة بلاش توازنات بلاش أصل هنا من الأهلي نحط هنا من الزمالك ونعمل التوازنات لا ادرس السيفي شوف مين اللي حق مين اللي عنده سيرة ذاتية قوية مين اللي يقدر يساعد المنتخبات ويقدر يتكون ويطلع أجيال علشان منتخب مصر لازم يكون الموضوع كده من بدايته لازم نمنع القال والكيل والقيل النهاردة شوف المنتخب الأولمبي ميكالي مدرب المنتخب البرازيلي سابقاً واللي حصل معهم على الأولمبياد شوف عمل إيه مع منتخب مصر شوف كلنا قد إيه كنا سعداء بأداء منتخب مصر في بطولة كاس الأم الأفريقية السابقة اللي كانت في المغرب اللي كانت من كم يوم من فترة قريبة جداً والأداء الرائع وحتى برغم خروج منتخب مصر كلنا أثنين على المنتخب على اللاعبين على الجهاز الفني وقلنا لاتحاد الكرة شكراً لما فيه حاجة حلوة لازم كلنا نطلع النحية القائمين عليها علشان كده دلوقتي معانا تليفون مهم شكراً